موسيقى بحضور العمين العام لوزارة الاختصاط والتخطيط التنموي نور جوغني نور تم أخذ اجتماع اللجنة التمهيدية لنشاطات مشروط تقوية الصلاة والتعايش السلمي في كاتا وبدعا من الهكومة بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي وسيناقش خلال هذا الاجتماع مواضيع مختلفة تتعلق بالمعسسات وجمعيات المجتمع المدني وتهسين هالة الأمن الغزائي وتنمية الاقتصاد وتجنب الكوارث الطبيئية وخلال هذا الاجتماع قدمت العديد من الكلمات من بينها كلمة ممثل المشروع وممثل الاتحاد الأوروبي والمستشار الفني لمشروع تقوية الصلاة والتعايش السلمي في كاتا والتي استهدفت جلها أهمية هذا المشروع في تنمية المجتمع في كلمته بهذه المناسبة لأمين العام لوزارة الإختصات والتخطيط التنموي نور جوغنينور أكد في هديفه بأن الهكومة لم تقو مكتوفة الأيدي خيال المواضي بل تتهداها لترتكس على أهمية كبرى في هذه المجالات الاجتماعية ورفاهيتها وتبقى الإشارة إلى أن هذا الاجتماع يسهم في تهسين الظروف المعيشية وتوفير الأمن الخزائي وجلب الأمن والسلام في مختلف الأقاليم